كان أهل مدينة سدوم أشراراً لا يؤمنون بالله وكانوا يقطعون الطريق ويغضرون بالصديق ويتواصون فيما بينهم بالإثم ولا يتناهون عن منكر وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فأرسل الله سيدنا لوطاً ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن السيئات والفواحش فاصطدمت دعوة سيدنا لوط بقلوب قاسية متكبرة وحكموا على لوط وأهله بالطرد من القرية ولكنه جاهدهم جهاداً عظيماً ومرت الأيام والشهور والسنوات وهو ماض في دعوته بغير أن يؤمن به غير أهل بيته حتى أهل بيته لم يؤمنوا جميعاً فقد كانت زوجته كافرة ولما يأس لوط من هداية قومه بعد أن جرب كل وسيلة ممكنة سأل ربه أن ينصره على هؤلاء المفسدين وأن ينزل عليهم ما يستحقون فاستجاب الله لدعائه وأرسل ملائكته في صورة شبان لا أحسن ولا أجمل منهم إلى أهل هذه القرية الظالمة لينزلوا بها ما تستحق من العقاب وبينما هم في طريقهم لدخول القرية كانت ابنة لوط واقفة تملأ وعاءها من مياه النهر فرفعت وجهها فشهدتهم فسألوها أن تقبلهم ضيوفاً لدى أبيها فأشفقت عليهم من قومها الذين يعتدون على كل غريب وقالت لهم مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم وأسرعت إلى أبيها لتخبره فأسرع لوط نحو الغرباء فلم يكد يراهم حتى سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ثم سألوه أن يضيفهم فاستحى منهم وسار معهم يحدثهم بأن أهل هذه القرية خبثاء جداً ويخزون ضيوفهم ويفسدون في الأرض واستمر لوط يسير مع الضيوف حتى دخل الليل على القرية فصحب لوط ضيوفه إلى بيته ولم يرهم من أهل المدينة أحد ولم تكت زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره وأسرعت إلى قومها وأخبرتهم الخبر الذي انتشر بسرعة وجاء قوم لوط له مسرعين ووقفوا على باب البيت فخرج إليهم لوط متعلقاً بأمل أخير فقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي حيث ينبغي عليكم إكرام الضيف لا فتحة إلا أن كلمات لوط لم تلمس قلوبهم الجامدة فأحس لوط بضعفه ثم دخل غاضباً وأغلق باب بيته وكان الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين فدهش لوط من هدوئهم وازداد الضربات القوم على الباب فتمنى لوط أن تكون له قوة تصدهم عن ضيفه فقال الضيوف لا تفزع يا لوط ولا تخف فنحن ملائكة ولن يصل إليك هؤلاء القوم وأمروه أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج وأفهموه أن امرأته كافرة وسيصيبها ما يصيب الكافرين وأن موعدهم مع العذاب هو الصبح خرج لوط مع أهله في الليل ولما اقترب الصبح جاء أمر الله تعالى فاقتلع جبريل بطرف جناحه مدنهم السبع رفعها جميعاً إلى السماء ثم قلب المدن السبع وهوى بها إلى الأرض وأثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم وهلك قوم لوط ومحيت مدنهم وهلكت امرأة لوط مع الهالكين وانطوت صفحة قوم لوط وسقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أثناء حياة يوسف عليه السلام بمصر كان الهكسوس يحتلون مصر وهم من يحكمون شعبها وقبل وفاته أوصى أهله من بني إسرائيل بالتمسك بعبادة الله وحده وبأن يصدقوا في قولهم ويعدلوا في أحكامهم وبشرهم بأن رسولاً سيأتي منهم بعد فترة من الزمن وبعد وفاته عاد السكان مصر إلى ضلالهم وشركهم أما أبناء إسرائيل فقد اختلطوا بالمجتمع المصري فضل منهم من ضل وبقي على التوحيد من بقي وبعد أربعة قرون تكاثر بن إسرائيل وتزايد عددهم واشتغلوا في العديد من الحرف وكانوا يساندون الهكسوس على المصريين أصحاب الأرض فكرههم المصريون ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذا الكره خوفاً من انتقام الهكسوس ظل هذا الحال كما هو حتى استطاع أحمس طرد الهكسوس وتحرير مصر من طغيانهم ثم حكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه وعندما رأى هذا الملك بني إسرائيل يتكاثرون أصدر بعض القوانين تجعل بني إسرائيل عبيداً وليس من حقهم مغادرة مصر انتقاماً منهم لمساندتهم للهكسوس أيام احتلالهم لمصر وفي أحد الأيام رأى هذا الملك أو الفرعون في منامه بأن ناراً تأتي من بيت المقدس تلتهمه في مصر وقد فسر له الكاهنة هذه الرؤية بأن واحداً من بني إسرائيل سيسقطه عن عرشه فأصدر الفرعون قراراً بأن يقتل أي وليد ذكر من بني إسرائيل إلا أن مستشاري فرعون وضح له بأن هذا القرار سيؤدي إلى فناء بني إسرائيل والأفضل أن يذبح الذكور في عام ويتركونهم في العام الذي يليه وقد وجد فرعون أن هذا الحل هو الأسلم فلما جاء العام الذي يقتل فيه الغلمان ولد موسى عليه السلام فخافت عليه أمه من القتل وأرضعته في السر ثم جاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله إليها فيها بصنع صندوق صغير لموسى ثم إرضاعه ووضعه في الصندوق وإلقائه في النهر ففعلت رغم تألمها لأنها تعلم أن الله أرحم بموسى منها وأوصت أخته بمتابعة الصندوق حتى تعرف أين مرساه لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره للنيل أن يحمل موسى برفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون في هذا الوقت عادت أخت موسى وأخبرت أمها بمكان توقف الصندوق وعندما ذهبت الجوار ليملأنا الجرار من النهر وجدنا الصندوق فحملناه إلى آسيا زوجة فرعون المؤمنة الرحيمة والتي كانت لا تلد وتتمنى أن يكون لها ولد أمرت آسيا الجوار بفتح الصندوق وعندما رأت موسى بداخله أحست بحبه في قلبها فحملته من الصندوق فاستيقظ ولأنه كان جائعا بكى ثم ذهبت آسيا إلى فرعون وهي تحمل موسى بيدها فسأل من أين جاء هذا الرضيع فحدثوه بأمر الصندوق فقال بقلب لا يعرف الرحمة لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة؟ فذكرت آسيا زوجها بعدم قدرتهم على الإنجاب وطلبت منه أن يسمح لها بتربيته فسمح لها بذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بعد أن سمح فرعون لزوجته بتربية موسى في قصره حضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه فرفض أن يرضع منها فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع فحزنت زوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل كما حزنت أم موسى حيث شعرت بأن قلبها فارغ وكادت تذهب لقصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها وليكن ما يكون لولا أن الله تعالى ربط على قلبها فهدأت وتركت أمر ابنها لله وقالت لأخته اذهبي إلى المدينة وحاولي أن تعرف ماذا حدث لموسى ذهبت أخت موسى بهدوء إلى الجوار قصر فرعون وسمعت القصة الكاملة فقالت لحرس فرعون هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويهتمون بأمره ففرحت زوجة فرعون وطلبت منها أن تحضر المرضعة في الحال فحضرت أمه وأرضعته وتهللت زوجة فرعون وقالت خذ الطفل حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها وبعد أن أتمت أم موسى رضاعته سلمته لبيت فرعون ليتربى بحفظ الله وعنايته كبر موسى في بيت فرعون وكان يعلم أنه ليس ابنا لفرعون بل واحد من بني إسرائيل وكبر موسى وبلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فواجد رجلا من أدباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل واستغث به الرجل الضعيف وكان موسى قويا جدا فتدخل وأزاح بيده الرجل المصري الظالم فقتله بدون قصد منه فقال لنفسه هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم دعا ربه وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله تعالى له فوعد موسى ربه بأن لا يكون ظهيرا للمجرمين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم وفي اليوم التالي فوجأ موسى أثناء سيره بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس يناديه وكان مشتبكا في عراق مع أحد المصريين فأدرك موسى بأن هذا الرجل الذي من بني إسرائيل مشاغب فصرخ موسى فيه قائلا إنك لغوي مبين ثم اندفع يريد البطش بالمصري فاعتقد الذي من بني إسرائيل أن موسى سيبطش به فذكره بالمصري الذي قتله بالأمس فتوقف موسى وذهب عنه الغضب وتذكر أنه استغفر وتاب ووعد الله بأن لا يكون نصيرا للمجرمين واستدار عائدا فأدرك المصري الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل المصري الذي عثر على جثته بالأمس فنشر الخبر في أرجاء المدينة وانكشف سر موسى فجاء رجل مصري من أقصى المدينة مسرعا ونصح موسى بالخروج من مصر لأن المصريين ينمون قتله موسى 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 موسى